أعلن مدير عام هيئة المقتص المهندس رستوم مكيجيان أن موقع المقتص المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 2015 قد تم افتتاحه منذ أسبوعين أمام الحجاج والزوار من الداخل والخارج بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا كما تم خلال الشهور الثلاثة الماضية تكثيف أعمال الصيانة وتعقيم المكان ليكون مؤهلاً لاستقبال الزوار وبحسب مكيجيان فأن أهمية المقتص التاريخية تنبع من أنه أرض الأنبياء والرسل والقديسين وهو المكان الذي قدم إليه المسيح لتعميده كما لفتا إلى أن زيارة المقتص تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساءاً